قال عز وجل حكاية عن المفرط في حقه وهو يتحصر على ما فاته من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال لحياتي ولم يقل في حياتي استعمل حرف اللام ولم يستخدم حرف الجر فيه لأن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد وهي حياة الآخرة التي ليس فيها موت ولا فناء يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي قدمت الخيرات والأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدار الآخرة والمراد بها الحياة الكاملة السالمة من العذاب لأن حياتهم في العذاب حياة غشاوة فلو قال في حياتي لدل السياق أنه يقدم لحياته الدنيا فقط لأن فيه تفيض الظرفية النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها